حدود وهمية رسمها دبلوماسيان غربيان في بداية القرن العشرين ظلت تشكل الى اليوم خريطة مليئة بصراعات اثنية والطائفية في الشرق الاوسط ماذا نعرف عن اتفاقية سايكي سويكو الكعكة العثمانية اثناء الحرب العالمية الاولى طمعت بريطانيا العظمى وفرنسا في اقتسام اراضي الدولة العثمانية شرق البحر المتوسط حل انتصار الحلفاء على المحور مارك سايكيس مستشار وزارة الخارجية والمندوب السامي البريطاني لشؤون الشرق الادنى التقى مع جورج بيكو المندوب السامي الفرنسي ورسم معا خطا مصطنعا لتحديد مناطق نفوذ بلديهم المستقبلية الخطة عريفت اولا باسم اتفاقية القاهرة السرية لكن بعد انتقالهما لمدينة بودروسبورغ الروسية وقع اتفاقية ثلاثية عرفت باسم سايكيس بيكو خط عرضي امتد من عكا في فلسطين الى كاركوكا في العراق منحت فرنسا ما فوق الخط بما يشمل الجزء الاكبر من بلاد الشام سوريا ولبنان وجزءا كبيرا من جنوب الاناظول بالاضافة للموصل في العراق اما بريطانيا فلها ما دون الخط بما يشمل وسط وجنوب العراق وشرق الاردن وميناء عكا وحيفا فلسطين توكل لادارة دورية بينما روسيا لها الولايات الارمانية في تركيا بالاضافة لحق الدفاع عن المسيحيين الارثوذكس في فلسطين على ان يمنح العرب دولة موحدة في المنطقة المحصورة بين الاقاليم البريطانية والفرنسية لكن بشرط ان يكون لبريطانيا وفرنسا نفوذا واسعا عليها وفي مقابل ثورة العرب الداخلية على الحكام العثمانيين وفقا لاتفاق الحسين بن علي شريف مكة مع السير هنري ماكمهون المفوض السامي البريطاني في مصر انكشاف السر قيام الثورة البلشفية في روسيا ووصول الشيوعيين للحكم تسبب في فتح الخطة السرية ما احرج بريطانيا وفرنسا واغضب العرب لكن ذلك لم يغير كثيرا من الواقع الجديد مجريات الحرب وتقدم البريطانيين منحهم فرصة لتعديل الاتفاقية وتوسيع نفوذهم حيث ضم الموصلة الى العراق كما خضعت فلسطين للانتداب البريطاني بدلا من الادارة الدولية وانتقل جنوب الاناظول او ما عرف باسم لواء الاسكندرون تدريجيا من النفوذ الفرنسي الى تركيا الحديثة صراع دائم الخطة الاستعمارية اغفلت رأي شعوب المنطقة وقسمتهم الى دويلات ضعيفة متنازعة ومهدت لانشاء الدولة العربية الحديثة ذات الصراعات الاثنية والطائفية واخلفت وعدها للاكراد بمنحهم دولة قومية كما اخلفت وعدها للعرب بانشاء دولتهم الموحدة وهو الهدف الذي دفعهم لاشعال الثورة ضد الخلافة العثمانية التي دق سايكس وبيكو المسمار الاخيرة في نعشها فيما اوفد بوعد وحيد كان لليهود حينما منحتهم وطنا قوميا في فلسطين فور انهاء الانتداب البريطانية ليدرك العرب خيبتهم متأخرا